تستمر هذه الهدنة في قطاع غزة رغم بعض الخروقات جاء التصعيد من القدس حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في هجوم بأسلحة نارية في حي راموت غربي مدينة القدس الهجوم تبنته حركة حماس تحية إلى مزيد من التصعيد وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى التعهد بمواصلة إمداد المدنيين الإسرائيليين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمر بنكفير المدنيين الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم فهل ينسف هجوم القدس أي مساعي لتثبيت التهديئة بين إسرائيل وحماس؟ وما هي تردداته سواء على قطاع غزة أو على القدس والضفة الغربية؟ معي من القدس الدبلوماسي السابق مائر كوهين سيد مائر أهلا بك كيف تقرأ هجوم القدس اليوم؟ يعني هجوم القدس هو من المعروف أن شرقي القدس تشكل نقطة الضعف بالنسبة لإسرائيل لأن القدرة على القيام بعمليات إرهابية من الضفة الغربية ربما محدود نتيجة للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية ولكن فيما يتعلق بشرقي القدس فإن هذا الأمر سهل وميسر وهذا يعود طبعاً للمكانة التي يتمتع بها السكان الشرقي القدس لأنهم لديهم البطاقة والهوية الزرقاء التي تتيح لهم التنقل في كل مكان وهم يتمتعون بكافة الامتيازات التي يحصل عليها الإسرائيليين فيما يتعلق بمخصصات التأمين والعلاج المجاني ولذلك هي مسألة تتعلق بالظروف ولكن هناك أيضاً نقطة مهمة هي تتعلق بالذي يحدث فيما يتعلق بالأمر يعني الوضع اللحظة واحدة نعم سيد مئير يعني هذه العملية التي وقعت في القدس هي عملية ذات أبعاد استراتيجية ما هي هذه الأبعاد؟ يعني في الوقت الذي يتم الحديث فيه على الذهاب إلى المرحلة الأصعب من المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة وطبعاً الحضور الأمريكي في هذه المفاوضات والحضور المصري وكذلك جولة بلينكين في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تأتي هذه العملية فما هي الأبعاد من وراء هذه العملية في القدس برأيك؟ أولاً أبعاد هذه العملية الأبعاد الاستراتيجية بتعتبر فشل لأنها فشل حركة حماس لأنها أرادت بكل قوتها يعني العمل على إشعال الوضع في الضفة الغربية والقدس وأيضاً بالنسبة للعرب إسرائيل وكانت تستجدي بهؤلاء المواطنين بمساعدة حماس على هذا الأمر بالإضافة إلى ما نعرفه من العلاقة بين حماس وحزب الله وتراجع إيران عن دعمها لحماس فهذه العملية لها أبعاد استراتيجية لأنها سهمت في تحقيق نوع من الإنجاز لحماس في داخل إسرائيل طيب هذا هو السؤال هل رسالة من حماس بأنه صحيح هناك مفاوضات للهدنة والمرحلة الأصعب ولكن في نفس الوقت حماس ما تزال قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية بالنظر إلى التلويح الإسرائيلي باستئناف الحرب على قطاع غزة هل يمكن أن يفهم هذا في إطار الرسائل المتبادلة بين إسرائيل وحماس بأن الطرفان يدهما على الزناد قادران على استئناف الحرب في أي لحظة؟ نعم وليس هناك علاقة بين الهدنة في قطاع غزة وبين العمليات التي تسعى إليها حماس وإشعال الوضع في الضفة العربية والقدس وكما ذكرت لحضرتك بالنسبة للقدس هو الأمر سهل والصعوبة أكتر في الضفة الغربية العلاقة طبعا هي ترتبط بإمكانية منع هذه الهدنة أمر ليس له علاقة لأن الهدنة شيء ودعوة حماس لموصلة العمليات العسكرية ضد إسرائيل وهو أمر منذ بداية هذه الحرب طيب كيف يؤثر هذا مع ذلك أن تتفصل الأمرين عن بعضهما سيد مائر ولكن كيف يؤثر هذا التصعيد؟ هل يمكن أن تنهار الهدنة بسبب هذه العملية؟ هذه العملية ليس لها علاقة بالهدنة لأن المسعى حماس وإشعال الموقف ووحدة الساحات كما دعت يحيا السنوار وطالب بوحدة الساحات ولكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن أولا الأوضاع في الضفة الغربية أوضاع قصية جدا 150 ألف أو 160 ألف عامل يأتون للعمل يوميا هذا باب الرزق توقف هناك كل الشيكات التي تم إعطائها عادت بنحو مليار شيكات بدون رسيد الوضع خاصي جدا بالإضافة إلى أنك تحذيرات بالنسبة للمؤسسة الأمنية فيما يتعلق بعملية اعتدائية من قبل أعضاء حماس في الضفة وكل هذه الأمور تشكل نوع من التطورات التي تسيئ إلى الوضع في الضفة الغربية هذا يتوأم كذلك مع ما قالته تحليلك سيد مئير يذهب في بيان حماس أيضا التي قالت أن هذه العملية في القدس جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل الأطفال في جنين والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها أسرانة في سجون الاحتلال حسب تعبير حباس انتهى الاقتباس من رد حماس وتبنيها لهذه العملية في القدس طيب إذا كان الوضع هكذا في الضفة الغربية أو يمكن فصل السياقين عن بعضهما البعض ماذا عن سياق صفقة تبادل الأسرى الأوسع ألا يمكن أن يؤثر هذا على مسار تبادل الأسرى وكذلك المفاوضات الجارية سيد مئير أولا تسعيد الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس وبين عرب إسرائيل هو هدف أسمى بالنسبة لحماسية تريد التعلق بهذا الأمر وهذا لم تحقق هذا الهدف وبالتالي العملية منفصلة فيما يتعلق بإطلاق السفقة الكبرى وهناك نوع من التسويات المسألة ليست فقط للصفقة الكبرى واللقاءات التي عقدت في قطر على مستوى القدر الأمنيين هذا الهدف طبعا له أبعاد أخرى طبعا له أدف أكثر وله أبعاد أكثر فيما تعلق بالرؤية في اليوم الذي يلي هذه الحرب هل الرؤية هذه تشمل أيضا الضفة الغربية مدامك تفصل ما حصل في القدس عن غزة الرؤية برأيك يمكن أن تكون شاملة للضفة الغربية أيضا والقدس الشرقية لا نحن الحديث يتركز عن الحرب في غزة وأبعادها عدم قبول إسرائيل بالعودة مرة أخرى لحدود التي كانت في السبع من أكتوبر والمجازر التي ارتكبت وهناك طبعا رؤية إسرائيلية لهذا التصور وهذه الرؤية تتحدث عن أولا أن حماس لن تكون في هذه المنطقة سانيا هناك إدارة من ناحية الأمنية إسرائيلية لفترة محدودة وتجريد قطاع غزة من السلاح هذه الرؤية نعم طيب في تحليلك سيد مائر تذهب أن غزة والضفة منفصلان فيما يحصل من تطورات هناك هدنة يبدو أنها ستمدد لأيام أكثر في الضفة الغربية الوضع فيه تصعيد وتوتر في المقابل هناك دعوات إسرائيلية لتسليح الإسرائيليين ما يدفعنا كي نتساءل هل ستهدأ غزة وتشتعل الضفة الغربية والقدس أنا لا أعتقد ذلك أولا لأن الغالبية العظمى للسكان في الضفة الغربية لا تريد نوع من انتفاضة أخرى والأوضاع المعيشية هي صعبة وسيئة للغاية كل ما تقوم به هي حركة حماس في داخل الضفة الغربية والجهاد الإسلامي هي التي تقوم وهناك بؤر معينة في الضفة الغربية وليست كل الضفة الغربية تتعلق بالعمل الإرهابية فالغالبية العظمى من السكان تريد العيش وتريد العمل ومن يمكن لها أن يفسح لها هذا المجال سيد مائر ولكن إتمار بنكفير يجدد دعوته للإسرائيليين لحمل السلاح هي المسألة لحمل السلاح ليس لقتل الفلسطينيين وإنما الحمل السلاح من أجل الدفاع عن نفس بالنسبة لإتمار بنكفير أنا أعتقد أن هذا الطيارد المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية وأساء إلى سمعة إسرائيل على الساحة الدولية أساء في دعمها للمتطرفين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وبالتالي هذه الحكومة طبعا فشلت حتى الآن في تحقيق كل أهدفها وخاصة ما حدث بعد هذه الحرب وأعتقد أن هذه الحكومة آيلة للزوال إن أجلا أو عاجلا نعم كان الولايات المتحدة تخشى من انفجار الأوضاع أكثر إن كان في الضفة الغربية وهي تدعو إلى تمديد أمد الهدنة في قطاع غزة وقبل قليل لمراسلنا نضال كنعني في القدس نقل تسريبات تتحدث على أن الجانب الأمريكي نقل للجانب الإسرائيلي على أنه لا يريد استئناف الحرب في قطاع غزة أو أن تمتد لأشهر كما يريد الإسرائيليون بل لديهم فقط أسابيع كما قال بلينكين فكيف ترى نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي سيد مائير نعم من الواضح أن هناك خلافات في الرؤية ما تعلق بالحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وهذا واضح بالإضافة لذلك أن هناك الانتخابات الأمريكية وهناك ضغوط على الرئيس الأمريكي من داخل الحزب الديموقراطي وكل هذا الأمر بيصب في الضغط على إسرائيل بالنسبة أيضا للساحة الدولية أيضا هناك دعوة لإنهاء هذه الحرب ولكن هناك تصميم وإرادة قوية داخل إسرائيل وإجماع قومي بضرورة الخضاء على حماس شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا مائير كوهين ديبلوماسي السابق كنت معنا من القرص شكرا جزيلا لك